من صمت نجا كف عليك هذا فليقل خيرا أو ليصمد توجيهات نبوية كريمة بحفظ اللسان وإمساكه عن الشر والأذى فالمسلم الحق من سلم المسلمون من لسانه ويده لذا فإن من كمل عقله أمسك لسانه إلا من خير فاللسان كنفس إن لم تشغله بالحق انشغل بالباطل فمن إشغاله بالحق أن يكون في الذكر والدعاء وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم والدعوة إلى الله تعالى وإلا فسينشغل بالغيبة والنميمة والكذب وقول الزور ونشر الباطل والقول على الله بغير علم ولكلا الانشغالين جزاء قال عليه الصلاة والسلام إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من صخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم فكل ما خرج منه يرصد ويكتب ويجمع ويحفظ لينشر يوم الدين فإما خيرا يجاز عليه أجرا وثوابا وإما شرا يجاز عليه إثما وعذابا قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فالمسلم العاقل أشد ما يكون حذرا من زلات لسانه فإنه مما يورث الندامة يوم القيامة فما أعظم الحسرات حين يرى الإنسان حسناته وقد ذهبت إلى ميزان غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاء ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار